طيب انت شايف دلوقتي انا بتشايف نوتشات اعتزال ليه؟ لانه الهدف من مباراة الاعتزال ايه؟ اه يجمع فلوس لكن انت تجيب اراد بالضبط كده طب هو اخذ الاراد من بدري لما بيمضى العقد بتاعه مع النادي دلوقتي الارخام بقت يعني كبيرة انت بتشبه العيبة بتاعت الام دي بايه؟ عدم الاعتزال والله انا ضد هز المبدأ عايز اقولك حالا كل اهلة اهلة مش بني اهدم حتى اهلة لها عمر افتراتي طبعا طبعا وكل انسان له عمر افتراتي وكل جزء في جسمك له عمر افتراتي ما تقدرش انك انت تحمل عليه اكتر من طقته نعم وبالتالي ما تقوليش لا اصل العيب يلعب لغاية ما يبقى مش قادر لا مش قادر دي يعني انا عبدال استنى لغاية ما هو يبقى مش قادر المفروض انك انت كالعيب تحس انت اللي بتاخد القرار تحس بلياقتك بقت شكلها ايه؟ تحس بسرعتك بقت شكلها ايه؟ تحس بقراراتك بقى شكلها ايه؟ تحس بامتك في الفريق بقى شكلها ايه؟ تحس بامتك امام الفرق التانية بقى شكلها ايه؟ وبالتالي تاخد تاخد قرار اعتزال دلوقات اللي عايب بلعب وبيكسب فلوس كتير مش محتاج ماتش اعتزال الاول لا كان يطول يطول ليه؟ لانه يعني عايز يسيب له في رصيده يعمل رصيد ماده بالنسبة له اهدين انا قاعد وبعدين كتير منهم للأسف للأسف إنه بياخد القرار ويقعد ويبقى ملوش فايدة ملموسة وبيتنزل عن مكانته كنجم في الفريق إلى لعب احتياط أنا مش عارف إزاي هم بيقبلوا الموضوع ده طب فيه لعبة كتير أو الفترة في الفترة الزبنين اللي احنا فيها دي مش قادرينوا موجودين موجودين لأنه العائد بتاعه مبلغ وقدره يقولك دينا أنا بقى لو بطلت كوره حيشتغل إيه ولا حاجة حيجيب المبلغ ده مش حيجيب لك طب خليني هاعد احتياطي هاعد احتياطي انت شبهتني شبهتلي بحاجة قبل الحلقة وإحنا بنتكلم قلتلي تفرجت على فيلم الأرض قلتلك ده علامة من علامات السينما المصرية قلتلي شفت لما بيشدوا محمود المليجي وهو على المنظر من الأرض بتاعه قلتلي هو لعيب الكوره عامل زي الحتة دي بالظبط ليه استنى لغاية ما تشد كده ده تستنى لغاية ما اللقص يمالي انت قلتلي بياخد أرقام كبتن شوفت ماسك في الأرض إزاي يا كبتن محسين كبتن مصطفى يعني تسوى ده إيه لما الجمهور ينادي بإنك ما تلعبش أو تفرج ده تستنى اللحظة دي لا ده صعب حاجة أنت ما قلتلي هتلي الحتة كذا 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 وردت هو بفكر إزاي دلوقتي العربية دي يقول لك الحتة دي عمود الكاردان ده المساعد ده لازم تغيره بعد أربعين ألف خمسين ألف أو الكويتش بعد عشرين ألف مش عارف إيه تغيره هل أنت يعني بتغيره بعد الأشرين لا بتستنى مش إليك خمسة أقول لها طب أنا بدل معين أهم ماشي لغاية ما لا أقدر لهم أنت ماشي يروح من فجر يعمل لك كارسة بالضبط طب أنا ليه أستنى الكارسة يا حقيقة المفروض عمر في ترى دي يبقى أنا ألتزم بيه أغير في الوقت المناسب أنت دلوقت أديت دورك متشاكرين خلاص أقول يا جماعة أنا آسف أديت واجبة ما أقدرش أدي أكتر من كده مش عشان خاطر فلوس أو ما أنا أفضل أستنى طب إيه رصحتك اللي تديها للعبين في الوقت الحالي إيه في الـ لا نصيح كتير قوي لا حاجة مننا حاجات اللي تقول لك يعني يعني ما يعني اللي كبار السن عجل بالاعتزار وتخد كارير تاني عجل ما تستناش لغاية من الجمهور يقول اطلع عيب عيب في تاريخك إن الجمهور يقول لك اطلع عجل خد قرارك بنفسك يعني إذا كنت إنت بتقول فعلا أنا قادر استمر أول ما تحس إن جالك شد مز تكرر السن الكبير مش عارف إيه خلاص دي بشاير دي بشاير أو علامات عندك خد قرارك لابد إنك إنت يكون عندك كرامة 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 البناء آدم مهمة كرامة لعيب الكورة مهمة ما استناش لغاية من مداري بيحطني برع على الخط مرة واثنين وثلاثة أو يفضل يبرر لك وكل مرة تسأل أنا عادي برع ليه مزارك وعش هو ده من الناس مصطفى ما فيش مدرب عايز يقصد طبعا هتكسبه حيلعبك غصبا عن مزال هو طبعا اللعيب هو اللي بيكبر مدرب غصبا عنه يخبر الرئيس نادي يكبر المدير الفني يكبر أي مدرب إنه طالما أنا عايز ألعب أنا اللي هلعب وهدي بالضبط حصيله مصطفى ما